استغطبت المنشآت الفندقية في الدولة نحو 6 ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية خلال الربع الأول من العام الجاري كما حقق متوسط مدة إقامة نزلاء المنشآت الفندقية نموا بمقدار 25% خلال فترة المقارنة نفسها مرتفعة من 3 ليال إلى 4 ليال فندقية وبلغ معدل إشغال المنشآت الفندقية بالدولة خلال هذه الفترة 80% التي تعد من النسب الأعلى عالميا وحققت المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت هذه المنشآت العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية وعلى مستوى الرحلات الجوية والضياثة بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة حاجزة 20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري